السلام عليكم ورجعنا لكم في الفيديو التاني من المقابلة اللي حصلت بيني وبين أستاذ أيمان الصلاح دار والشيخ سيد سليم أستاذ أيمان لما قعدنا مع بعض الشيخ كان ترخيره الصراحة كان كريم جدا زي ما أنا قلت لكم في الفيديو الأولاني هتلاقي الفيديو الأولاني في الآية اللي فوق دي الرجل بصراحة ما بخلش علينا بأي حاجة أكل وفاكهة بصراحة في منتهى الكرم اللي في الدنيا فأستاذ أيمان كان سألني والشيخ كان رايح يجيب لنا الأكل يعني والحاجات فسألني الفراسة ايه هو طبعا انا فهمت انه هو يقصد يعني ايه تحليلك للشيخ ده فقلت له ثلاث حاجات نتفرج مع بعض على الفيديو او المقابلة اللي حصلت بيني وبين الاسدين اللي انا كنت واقف معاهم ونرجع نكم بقى فروح قبل ان نلتهم الحمام طبعا اللي حضرتك جدت هن في اثناء الجلوس انا بميل على الاستاذ هاتي بقول له ماذا عن الفراسة كنت قاعني بهذا الامر ايه رأيك في الشيخ قال لي ثلاث حاجات سألتك بزكاء كده هقول يا سيد الزكاء الاعلامي بقيت ان التلاتة موجودين الحسن وحتة البحث عن العلم وحتة ان انت الاستدلال عندك في مناطق معينة بتستدل وبعمق الله يكرمك الله يقدر فيك طبعا قال لي هذه الاشياء يعني بالبلد لكن انا فوجئت لما اتكلمت مع حضرتك ان الثلاثة دول موجودين فائل صغير قد انطوى فيك العالم الاكبر واما ربنا سبحانه وتعالى بيعطي انسان عطاء لا نستغرب هذا العطاء والعلوم في حد ذاتها العلوم بالذات الخفية تعطى لكل البشر وليس للمسلمين فقط انما تعطى لكل الناس لكن العلم الخاص الوحي والروع ده بيعطى للمتصدقين بالله اتصالا اتصالا عظيما ولذلك احنا حتى ضربوا لها مثل قالوا مثلا المراية هي المراية كف يد طيب وبتنفي العلوم الاتحادة على فكرة دي طيب هل لما بص في المراية اشوف الشمس في النهار صح طيب هل الشمس جات في المراية لا طيب وفي الليل اشوف الجمر لا واشوف النجوم صح فيها ولا لا طيب يبقى ايام ولذلك حتى قلب الانسان هكذا اذا سقل وصارك المرايات المسكولة يتجلى فيه العالم كله اذا سكن الغدير قالوا كده اذا سكن الغدير على صفائن وجنب ان يحركه النسيم دي المعاني كبيرة طيب اذا سكن الغدير يقصد به القلب بس يقصد بيديك مثلا المشاهد طيب على صفائن وجنب ان يحركه النسيم المية دي ايه بطخلها شيرا تريح وعادة زى كدة تحركها برضو فى القلب نسيف الشهوات نسيف الاستلاء الدنيا ترى فيه السماء بلا امتراء بصوا كده المجرية الغديرة يعني عن المجرية المية ما جر الماء ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم أي ليلا كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم الله علي يبقى هذن هي تجلي يبقى حتى اللي شافوا هنا مش علول إما شاف الشمس في المراية مش علول الشمس معلش في المراية وها كذا فطبعا فيه ناس يبقى ايه فيه ناس بتاخد من الله تبارك وتعالى لقى في الروع يلقى الله في روعه أخذ بالحضر فيحدثك كما يحدث وفعلا أستاذ أيمن ابتدى هو عمل لقائين مع الشيخ ده وكان بيقعد يسأله أسئلة انتوا عارفين أن أستاذ أيمن من السلاح دار عنده قدرة على أنه هو يسأل كده بطريقة بيعرف يدير الحوار الصراحة بطريقة رهيبة يعني فقعد يسأل الشيخ أسئلة علشان يتفرص فيه هل فعلا الثلاث صفات اللي أنا قلتهم موجودين في الشيخ موجودين فعلا ولا لا وده كان الرد بتاعه أتعجب أني أنا قبل أن نلتهم الحمام طبعا اللي حضرتك جدت هن في أثناء الجلوس أنا بميل على الأستاذ هاتي بقول له ماذا عن الفلاثة كنت قاعني بهذا الأمر إيه رأيك في الشيخ قال لي ثلاث حاجات سألتك بزكاء كده هقول يا سيد الزكاء الإعلامي بقيت إن الثلاثة موجودين الحسن وحطة البحث عن العلم وحطة إن انت الاستدلال عندك في مناطق معينة بتستدل وبعمق الله يكرمك الله يقدرك فيك طبعا قال لي هذي الأشياء يعني بالبلد لكن أنا فوجئت لما تكلمت مع حضرتك إن الثلاثة دول موجودين فعلا نعم بدرجة إن أنا أنا بتعجب نعم عذبه الله فمن فضل الله الحمد لله يعني الواحد كويس في الفراسة وده من فضل الله طبعا الواحد كل اللي بيعمل عليه إن هو بيحاول يسعى في هذا العلم أو يطور نفسه لكن في النهاية النتيجة بتكون من عند ربنا سبحانه وتعالى مش هتطول عليكم في الفيديو ده أكتر من كده لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش إن انت تعمل لايك وما تنساش انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول وبس سلام